كل وزارة جاءت لانو يوظوني عنا حداش ومزير شباب ورياضة على امتداد الحداش نسناه هذية كان اول حاجة يقولها سواء رجل القانون او لم ماكتعرف جاء سيد صابر بوعطايا رجل القانون جاء مهر بن ذيان رجل القانون اليوم سي كمال دقيش رجل القانون وكان بناتهم رياضيين كما سي طرق الياب كان بناتهم اعلاميين كما مادام سيام العيادين كان بناتهم مادام سونية بشيخ مجدولين ومادام سونية بشيخ الكل على اختلاف الكسكات متاعه مهندس طبيب اعلامي رياضي رجل القانون قال لازمنا نقح القانون هذي وعمل ورشات لكن كان ثم خلال في الورشات هذي لانو اليوم ش تجي تنقح قانون بعمل تطوعي الناس تخدم في ما كتبها ولا تخدم في ادارات رك ما تلقاش عمل التطوعي معاش يحتيك نتيجة وانا الحقيقة بش مانكذبش كنت موجود في بعض الورشات اللي كانت موجودة في 2012 و13 و14 و15 والنقاشات كانت حادة لكن السؤال اللي نحب نطروح حتى اليوم للناس اللي قاعدين يخدموا في قانون لهايك للرياضية الجديد اللي بش يصدر بموجود مرسوم باعتبار نحنا في آلية المراسيم اللي هو يسهل الامر هذا كان اخرج لي نوم بزينا نستنيو ها السؤال المرجعي سنوات نستنيو طب اي 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 او شوف شوف مساعة ساعة راوي يكثر عليك الضغط في المعلومة اللي ينتقبلها انت ويتنجم يكون القانون باه يخوي كننكتشفوا القانون اذي به ويحتاج فقط مش نكمل الفكرة هاي بعض التنقيح في فصوله يعني زيدا نحنا راوي كنشدو استادراتس خايب استادراتس خايب استادراتس خايب نقتنعو بي خايب نقتنعو بي خايب بلك شي هو استادراتس به ولكن لازمو يتصلح شوية كيف كيف القانون اذي اللي تخلنا في مخارخنا اي نحينا من قانون الجامعيات ندخلو في قانون الشركات الرياضية راوي هو الناجح وهو مش ناجح هل هو هل هو اليوم قانون الجامعيات المنقذ هل هو المنقذ للاندية خاصة الاندية الكبرى لا ولا لا وهل انه اليوم نجمو نبنيو الاحتراع في كرة القدمة التونسية خاصة في علاقة بالاندية التونسية والبطولة الوطنية بقانون هدايا بالقانون الجديد اللي هو قانون شركات وملكية الاندية راوي الناس اللي تسمع تسعين بالمئة تقول لك القانون هداي هو الي بيش تبدل حالة الجامعية ومش نوليهم دخلو في قلو صحيح في ملو ممكن انتبتل القانون وغدلوا الخالي كل جامعية عندنا سوز مليار دولتو مليار دولتو مليار دولتو مليار دولتو راوي الاسم يغلط الاسم شركات وشركات ما تريب حين انتي تارق تارق حسب رؤيتك وحسب ممارستك وحسب معناها فهمتي وليتها مرسك في القانون وليس اكسبريانس اللي صاروا مقاربات حسب رأيك ما هو القانون جمعيات منقح أو شركات اللي يضمن اوتو سوفيزانس لجمعياتنا في تولس سهلا برش نجاوبك انا ما هوش لوتو سوفيزانس هو المشكلة ما ليهو؟ خط القانون لهيك الرياضية لو فيه العلاقة الهرامية بين لوزارة واللجنة الوطنية والجمعات والجمعيات اللي هو المشكل اليوم شكون يحكم؟ مش هذا منظر المشاكل اللي موجود في القانون لهيك الرياضية المشكلة الكبيرة شكون يحكم؟ نعطيك الفلوس نتحكم فيك الرقب المال مليك عرص قناها الترفض الدولة التفويت في ملكية الاندية لأنه الاندية تحب ولا تكره هي ملك الدولة مرة متعددة كريم باش الناس المتطبعين للشأن الرياضي لأنه هذي يهم الشأن الرياضي عامة راهو الجمعية تقاها جمعية اختصاص والمتعددة الاختصاص يهمها الكل راه يهم علاقة الجامعات باللجنة الوطنية والأولمبية وعلاقتها بالوزارة وعلاقتها بالدعم العمومي وعلاقتها بممارسة الرقابة وعلاقتها بالتفقدية وعلاقتها بالعملية الانتخابية نحن اليوم خرجوا العباد عنا حاشتين عنا قانون جمعية متى عام 59 لتنقح في 2011 تفسخ في 2011 وخرج مرسوم عدد 88 جيب الفاس 47 منه قال راه الجمعية الرياضية تحكم بنظام خاص تذكره وقت العركة متعلي عنده دوب الكاسكيد تقاه في حزب كما سيري ذاشر في الدين وسيد سنيم الرياحي في فترة ذيكا وسيد مهدي الغربي وبعد المحكمة الإدارية خرجت جواب في الاستشارة متاحها قالت راهو فصل 47 يعطي نظام خاص للجمعية الرياضية نرجع للاستاتيو متاحه مدام ما تماش المنع خلي يخدم على روح فيه وعلي الحديث فيه وعلي خاطر الفيفا تقولك لأ فيه وعلي فيه وعلي يعني يقول لك ثم بعض المسلمات ايه مفيفا تقولك لأتر ثم ناس موجودة بمسك فوزي لقجا عطوه بروفيزور موتاو اللي هو وزير في بلادك روسيا لا فوزي لقجا عنده تروح كسكات رئيس بركان رئيس شرفي البركان لا معاش رئيس شرفي شرفي سيناتر فردمو رئيس رئيس الاتحاد وهو وزير المالية عنده وعضو في الاتحاد الدولي عضو مكتب تنفيذي المجلس الفيفا سيليو بيروسكوني انهارت اللي طلع بريزيدون دي كونسي تخلى على رئيس ميلان رئيس لجل تنظيم كاس العالم روسيا الفين وثمونتاش كيف وقت لي تخلى الوزارة ما وقت لي تخلى سمحني في الوزارة في روسيا بعدها تكمل كوب جيموندو لا واحده تواعينا وذيك بشير مع فوجي اللقزة التفصيل اللي حبيد نكمل فيه انه قانون هذين تعال هيكل الرياضية ميحطونيش في الكوان جمعية ولا شريك لا رأوا فيه بارشا حاجات اخرين موامين نتناقشو فيهم ما شطر اثنية معني بسير حط ربعة اثنية بالنسبة لي كيما شنو السؤال اللي نطرحو هنا اللي نحب نطرحو لللجلة هذا اللي من قبل نقوله ولي السيد الوزير هذا وإلا بشي يكمل ولا اللي بشي جي بعد ولا اخرج القانون تولا بعد شنو نحبو شنو الفلسفة العامة متاع الرياضة التونسية اللي بش تكتبها في القانون هذين خل نفهمك أنا هل انه هي فلسفة متاع سيادية بمعنى سيادة الوزارة والدولة والدولة طبعا نحكي على السلطة او تفكير من اجل انه أنا نكون في علاقة تعاون معاك هل انه هو تفكير في تسقيف في الرياضة التونسية كيفاش الراوة اللي هي رياضة تصدير ماشي رياضة توريد وعندك الاليات اللي تنجم تراقب بها رو العملية المالية بعيدا على العملية المالية تقوم بها الجامعات اعطيني انتي تصورك للرياضة شنو قبل ما تقول لي جمعية وإلا شرك اشتركوا في القناة